وجه رئيس عبدالفتاح السيسي طلبة الكلية الحربية بالاستمرار في الحفاظ على نياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة من الانضباط والالتزام والرغبة في طلق العلم والمعرفة ليصبح نموذجا وقدوة لغيرهم من الشباب جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس فجر اليوم لمقر الكلية الحربية ورافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة قوات المسلحة وأضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريا وبدنيا مشاركا الطلبة في الأنشطة الصباحية وفي إطار حرس الرئيس السيسي على التواصل المباشر مع الطلبة فقد دار حوار مفتوح بينهما تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك الصعيد العسكرية كما أشر الرئيس السيسي إلى مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم بها عليها أو تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن هذا ووجه الرئيس السيسي التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصون مقدرات الشعب المصري العظيم اشتركوا في القناة